بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفاية اللغوية للصف الثاني الثاني وصلنا إلى نهاية هذه الوحدة اليوم ستحدث عن إثراء إثراء في الدروس وستبع الوحدات الخمس التي تحدثنا عنها الوحدة النحوية ثم الوحدة الإملائية ثم القراءية الكتابية وكذلك التواصلية الشفهية هنا طبعاً نلحديث عن إثراء الأول يشاركوني بتقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القباشي في الوحدة التدريبية الأولى في الكفاية النحوية بعنوان التطبيق النحوي تحدثنا في الكفاية النحوية بعنوان التطبيق النحوي في هذه الوحدة هنا لنستذكر ما تحدثنا عن استعمل مراجعك النحوية وأجب أستكمل جزئيات الرسم الآتي جزئيات الرسم الآتي لاحظ هنا الحالات العربية في النحو العربي في الرفع المبتدأ والخبر الفاعل ونائب الفاعل اسمه كان واخواته وخبره هنا الفعل مضاده غير مسبوق بناصب ولا جازم وتابع المرفوع هذا كله يدخل في الرفع في الجر هنا ذكرة اسماء في النسب هنا ذكرة اسماء والأفعال في الاسماء والأفعال وفي الجزم الأفعال وفي الجزم الأفعال هذا ملخص للحالات العربية في النحو العربي هنا ذكر الرفع فقط ذكر الربع من أجزاء الخبر كما تذكر ونائب الفاعل واسم كان وخبر إنه هو الفعل مضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم وتابع المرفوع وتابع المرفوع نستكمل هذا المخطط وهذا الرسم ونقول مثلا هنا في النصب في الأفعال هنا فعل مضارع مسبوق بحرف نصب فعل مضارع مسبوق بحرف نصب هذا يدخل في النصب هذا في النصب في الأفعال الفعل مضارع إذا سبق بهاداث نصب طيب في الأسماء جميل الحال والتمييز هذا أيضا في النصب في الأسماء إذا النصب في الأفعال هو الفعل مضارع المسبوق بحرف نصب وفي الأسماء الحال والتمييز طيب المنادى والمستثنى أيضا يدخلوا في الأسماء في النصب المنادى والمستثنى المنادى والمستثنى جميل هنا أيضا المفاعل المفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجله ومفعول له هنا كلها وأيضا المفعول فيه الذي هو الظرف كلها تدخل فيه النصب في الأسماء النصب في الأسماء طيب في الجر الأسماء فقط طبعا ليست الأفعال لأن الجر فقط خاص بالأسماء كما عرفت مجرور بحرف الجر بداية الأسماء مجرورة بحرف الجر وأيضا المجرور بالإضافة المجرور بالإضافة إذن في الجري في الأسماء المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة وفي الجزم في الأفعال جواب الطلب طبعا هنا أيضا الأفعال لاحظوا الجزم فقط الأفعال وليست الأسماء لأن الجزم أيضا من خصائص الأفعال وليست من خصائص الأسماء فنقول هنا في جواب الطلب في جواب الطلب أيضا في المجزوم بحرف جزم الفعل المجزوم بحرف جزم لاحظنا في الرفع وفي النصب وفي الجري وفي الجزم وفي الجري وفي الجزم جميل هنا أشارك في إكمال الملخص الآتي في أسلوب الشرط يتكون أسلوب الشرط في المعلومات الأساسية طبعا من أداة الشرط زائد فعل الشرط زائد جواب الشرط من أدوات الشرط أذكر أدوات الشرط جميل أحسنتم هنا أدوات الشرط من وأينما وأي وكيفما ومتى وإن وأيانا هذه كلها في أسلوب الشرط أو أدوات الشرط أيضا في أسلوب الاستثناء يتكون من مستثناء منه في أسلوب الاستثناء يتكون من مستثناء منه وأدات استثناء ومستثناء مستثناء منه وأدات استثناء ومستثناء أنواعه في الاستثناء تام مثبت التام وثبت هنا يجب نصب المستثنى وتام منفي يجوز نصب المستثنى أو إبداله من المستثنى منه إما ينصب المستثنى أو يبدأ المستثنى منه وناقص منفي هنا يعرف المستثنى حسب موقعه في الجملة وأدوات الاستثنى هنا في أدوات الاستثنى هنا بإمكانك أن تكمل وأن تذكر أدوات الاستثنى فأدوات الاستثنى هنا هي إلا وهي أم الباب أو أداة المستخدمة كثيرا وسيوى وغير وعدى وخلى وحاشى وما عدا وما خلاء وما عدا وما خلاء هذه هي أدوات الاستثناء التي عرفتها سابقا وتي ذكرنا إذا في أسلوب الشرط وفي أسلوب الاستثناء أسلوب الشرط وفي أسلوب الاستثناء جميل هنا في أسلوب النداء أيضا من ضمن موضوعات حدثنا عنها النداء وعرفت أن يتكون أسلوب النداء من حرف النداء زائد المنادة حرف النداء زائد المنادة وأيضا يستحق المنادة البناء على ما يرفع به فيه بعضها تستحق البناء على ما يرفع به أو النصب ما يستحق البناء على ما يرفع به ثلاثة وما يستحق علامة النصب كذلك ثلاثة طيب ما يستحق البناء على ما يرفع به ثلاثة في أسلوب النداء الأول علم مفرد هو العلم المفرد وكذلك المعرف بأل والنكرة المقصودة أحسنتم العلم مفرد والمعرف بأل والنكرة المقصودة هذا ما يستحق البناء على ما يرفع به أيضا ما يستحق علامة النصب ما يستحقوا علامة النصب هاو ثلاثة هي المضاف المنادى المضاف والمنادى شبيه بالمضاف والمنادى أيضا النكرة غير المقصودة أحسنتم النكرة غير المقصودة أسلوب التعجب يتكون أسلوب التعجب من ماذا جميل أحسنتم هنا يتكون من صيغتي التعجب ما زائد الفعل أفعل صيغتي التعجب بل ما زائد الفعل أو زائد أفعل طبعا صيغتي ما أفعله هو أفعل وأفعل ب أيضا هنا صيغة أفعل إذن صيغتي التعجب ما زائد أفعل وأفعل ب زائد ما أفعله وأفعل ب الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من أحسنتم هو الاسم الممنوع من التنوين الاسم الممنوع من التنوين يمنع من الصرف بمعنى يمنع من التنوين أهم الأسباب المانعة من الصرف أن يكون الإسم مختوماً بألف نقول وهمزة ألف وهمزة أو بألف ونون زائدتين أو بألف ونون زائدتين أو يكون جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف أن يكون جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف أو يكون على وزني أفعل أو يكون على وزني أفعل أو شبيهاً بالفعل أو يكون علماً مؤنثاً أو أعجمياً أو يكون علماً مؤنثاً أو أعجمياً وكما عرفت أيضاً أن الممنوع من الصرف يمنع لعلة و يمنع لعلتين يمنع لعلتين أن يكون هناك العالمية و أن يكون علماً أو صفة ثم علة أخرى معه علامة جر الممنوع من الصرف يجر الممنوع من الصرف بالفتحة أحسنتم بالفتحة إلا إذا كان مضافاً أو معرفاً بأل فإن علامة جره الكسرة فيضل إجرى بالكسرة إن كان معرفاً بأل أو مضافاً طيب العدد هنا حالة المعدود وتمييز العدد الأعداد من 3 إلى 10 تميزها جمع احسنتم جمع مجرور تميزها جمع مجرور و الأعداد من 11 إلى 99 هنا تميزها مفرد منصوب أما المائة والألف والألف و مضاعفاتها طبعاً فتمييزها هنا مفرد مجرور مفرد مجرور طيب العددان طبعا هنا مطابقة العدد للمعدود مطابقة العدد للمعدود يعني حكم أو حالة العدد مع معدوده العددان واحد واثنان ما حالته مع المعدود في التذكير والتأنيث تقول العددان واحد واثنان هنا يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث طابقان المعدود في التذكير والتأنيث والأعداد من ثلاثة إلى تسعة من ثلاثة إلى تسعة هنا تخالف المعدود في التذكير والتأنيث في العداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث والعدد عشرة في حالة الإفراد في حالة الإفراد يعني كان مفردا يعني مع المفرد هنا تخالف المعدود أو يخالف المعدود في التذكير وفي حالة التركيب يوافق في حالة التركيب يوافق إذا كان فيه عداد مركبة عشرة في الجزء الثاني هو يوافق المعدود أما إذا كان مفردا فهو يخالف المعدود الفاض العقود والمئة والألف لا تتأثر بجنس المعدود الفاض العقود والمئة والألف لا تتأثر بجنس المعدود جميل هنا في البدل وصلنا أيضا من البدل من ضمن الدروس المأخوذة في التطبيق النحوي البدل هنا البدل هو تابع هو التابع في تعريفه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسط وهو ثلاثة أنواع هو ثلاثة أنواع نوع الأول بدل مطابق بين قوسين بدل كل من كل مسمى بدل مطابق أو بدل بعض من كله أو بدل اجتمال أو بدل اجتمال طيب التوكيد هنا في التوكيد هو تابع يؤكد ما قبله تابع يؤكد ما قبله وهو نوعان توكيد رفضي وتوكيد رفضي هنا تكرار الكلمة فتكون كلمة الثانية توكيد الكلمة الأولى أو توكيد معلوي وهو استخدام أحد الألفاظ التالية نفس وعين وجميع وكل نفس وعين وجميع وكل جميع الكلمة في المصطلح النحوي الكلمة في المصطلح النحوي تختلف في المصطلح الإملائي ففي حين ينظر الإملائيون إلى كلمة مثل سألتك على أنها كلمة واحدة على أنها كلمة واحدة يراها النحويّون ثلاث كلمات هي سأل زايد التأ اسم زايد الكاف أو طبعا ضمير زايد الكاف اسم أيضا ضمير إذن سأل فعل والتأ هي اسم ضمير والكاف كذلك اسم وهي ضمير إذن هنا ثلاث كلمات عندها النحوي كذلك لاحظ التحليل النحوي للكلمات الآتية هنا يعلمون يعلم هنا فعل يعلم هنا فعل زائد واو الجماعة اسم ضمير يعلمون في الواو هنا اسم ضمير وهو الجماعة والنون هنا علامة علامة على الرفع علامة على الرفع المعلمون هنا يساوي كلمة واحدة وهي اسم يساوي كلمة واحدة وهي اسم جميل الكلمة إما أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً الكلمة إما أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً فالاسم يمكنك أن تشير إليه أي تسبقه بكلمة هذا وهذه هذا وهذه أو تدخل عليه للتعريف أو التنوين الإسم يمكنك أن تشير إليه معنى يسبق أو يسبق كلمة هذا وهذه وتدخل عليه للتعريف أو التنوين والفعل يمكنك أن تمثله حركياً حيث تقلد فاعله كما تبثل حاله من يجري أو يأكل أو يكتب وما عداهما حرف إذن اسم وفعل وحرف أيضاً عندما نريد تحليل النص تحليلاً نحوياً علينا أن نقوم بما يأتي أولاً ألف تحليل النص إلى جمل تحليل النص إلى جمل بـ تحليل الجمل إلى كلمات تحليل الجمل إلى كلمات وتحديد طرفي الجملة وما دخل عليهما من نواسخ أو نواصب أو جوازب دال هنا تحديد متممات الجملة تحديد متممات الجملة ونوع المتمم منصوب مجرور تابع ها النظر إلى قيمة هذا المتمم المعنوية النظر إلى قيمة هذا المتمم المعنوية وصول إلى بيان نوعه حال تمييز مفعول صفة إلى آخره هذا في تحليل النصوص تحليلا نحويا جميل تتكون أي جملة من طرفين مبتدأ زائد خبر أو فعل زائد فاعل أو نائب فاعل طبعا فاعل أو نائب أو نائب فاعل ويعد من طرفي الجملة أو يعد من طرفي الجملة ما يدخل عليها من نواسخ أو نواصب أو جوازم من نواسخ أو نواصب أو جوازم أيضا بعض الجملة تحتوي على متمم أو أكثر بعض الجملة تحتوي على متمم أو أكثر من المتممات المجرورة أو المنصوبة أو التوابع أو التوابع تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفاها وجميع المتميمات المنتمية إليها تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفاها وجميع المتميمات المنتمية إليها هنا عشرين أرسم خرائط مفاهيم لكل من المنصوبات والمجرورات والمجرومات على غيرات خطير خريطة المفاهيم ثم أقدمها لمعلمك على ورقاصة وقلنا في المرفوعات هنا في الجملة الاسمية تابع المرفوع صفة معطوف توكيد بدل من متدور خبر في اسمي كانا وخبر إنا في اسمي كانا وخبر إنا في الجملة الفعلية المرفوعات هنا الفعل مضارع غير مسبوق بناصب بجازم أو ناصب وفي الفاعل ونائب الفاعل وفي ثلاثة أنواع من المنادة تستحق البناء على ما يرفع به أو بترفع به لأن المفرد والنكرة المقصودة والمعرف بأل والمعرف بأل هذه في المرفوعات بإمكانك أيضا أن تنضيف بعد ذلك المنصوبات والمجزومات والمجهورات في الوحدة الثانية التي تحدثنا عنها أيضا وهي الوحدة تدريبية الثانية في الكفاية الملائية وذكرنا أيضا في التطبيق الإملائي هنا أيضا أرسم خليطة مفاهيم لكل من الهمزة البستائية والمتوسطة على غير خليطة مفاهيم وهنا ذكرت أيضا لك الهمزة المتطرفة ذكرت لك الهمزة المتطرفة لاحظ الهمزة المتطرفة موضعها آخر الكلمة قاعدتها تكتب على حرف يشبه حركة ما قبلها صورها على الياء إذا كان قبلها كسرة مثل شاطئ على الياء إذا كان قبلها كسرة مثل شاطئ على الواو طبعا هنا على الواو إذا كان قبلها ضمة مثل يجرؤ إذا كان قبلها ضمة مثل يجرؤ طبعا هنا على الياء إذا كان قبلها كسرة مثل شاطئ أو قبلها حرف يوصل وبعدها ألف تنوين النصب مثل عبء يعني في حالتين على الياء قبلها كسرة شاطئ أو قبلها حرف يوصل وبعدها ألف تنوين نصب مثل عبئا على الواو إذا كان قبلها ضمة مثل يجرؤ على الألف إذا كان قبلها فتحة مثل قراء على السطر إذا كان قبلها ساكن مثل عب هنا في الهمزة المصطرفة في الهمزة المصطرفة موضعها وقاعدتها وصورها صور الهمزة المصطرفة هنا لو ذكرنا في الهمزة البسدائية الهمزة البسدائية في أول الكلمة نوعان هي همزة وصل وهمزة قطع همزة وصل وهمزة قطع همزة الوصل لاحظ النطق ورسمها تنطق فقط في أول الكلام همزة الوصل تنطق فقط في أول الكلام ومواضعها همزة الوصل للتعريف مثل الكتاب المدرسة أيضا من ضمن مواضعها المفرج والمثنى في المفردي والمثنى مثل ابن وابنة ومرأة واثنان واثنتان واسم في المفرد يوم ثنى ابن وابنة الاسماء الستة المعروفة في همزة الوصل والأمر من الفعل الثلاثي الأمر من الفعل الثلاثي مثل اشرب اكتب افتح الأمر من الفعل الثلاثي يكون همزة و همزة وصل والماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي من الخماسي والسداس مثل انطلق 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 انطلاقا و مثلا استفهم استفهاما والماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي همزة القطع هنا النطق والرسم تنطق في أول الكلام وفي وسطه همزة القطع تنطق في الحالتين في أول الكلام وتنطق كذلك في وسطه مواضعها مواضع همزة القطع جميع الحروف مثل إن وأن وإن وإلى وأو جميع الأسماء كذلك كلها همزة قطع مثل أنا وأسد وأب إلى الأسماء المستثناء الماضي والمصدر من الفعل الثلاثي الماضي والمصدر وليس الأمر من الفعل الثلاثي مثل أخذ وأخذ أخذ وأخذ الماضي والأمر والمصدر من الرباعي مثل أعطى وأعطي إعطاءا كل هذا همزة قطع جميل الحالة الثانية التي هي الهمزة المتوسطة الهمزة المتوسطة الهمزة تكون في وسط الكلمة الهمزة تكون في وسط الكلمة طبعا الهمزة متوسطة ترسم على الألف وترسم على الواو وترسم على ياء وترسم على السطر ترسم على الألف وترسم على الواو وترسم على ياء وترسم على السطر فالهمزة متوسطة ترسم على الألف إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الفتحة إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الفتحة هنا تسمى همزة المتوسطة ترسم على الألف الهمزة أيضا متوسطة ترسم على الواو إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الضمة إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الضمة وإيضا ترسم الهمزة المتوسطة على ياء ترسم على ياء إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الكسرة إذا كانت الحركة الأقوى وحركة ما قبلها هي الكسرة وترسم على السطر الهمزة المتوسطة إذا كانت حركة الأقوى من حركتها وحركة ما قابلها هي الألف إذن أربع حالات للهمزة المتوسطة وطبعا هزمة توسطة وقلنا هنا تطبق فيه كقانون أقوى الحركات أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون فالكسرة تناسبها الياء والضمة تناسبها الواو والفتحة تناسبها الألف والسكون تكتب فيه الهمزة على السطر فترسم هنا على الألف إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الفتحة وترسم على الواو ترسم على الواو إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الضم وترسم على الياه إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي الكسرة وترسم على السطر ترسم على السطر إذا كانت الحركة الأقوى من حركتها وحركة ما قبلها هي العلف إذن تكلمنا عن الهمزة التي الهمزة البسدائية ثم الهمزة المتوسطة هنا ثم الهمزة ما قبلها أيضا المسترفة التي تكون في آخر الكلمة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين